بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ما سنلقي عليك قولا ثقيلا إن مناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن ملك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكاذا وجحيما وطعاما ذا قصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبان وكانت الجبان كثيبا مهيلا إن ما أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسول فأخذناه أخبا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء من فطر به كان وعده مفثولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم ترجمة نانسي قنقر